ليلة القدر ليلة القدر فقط ليلة 27 اللي بقومها وبس كلنا يعلم أن ليلة القدر هي من الليالي الفردية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك إما ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 وبعض الفقهاء شوف عشان يكون حريص أنه ياخد أجر ليلة القدر بالعشر الأواخر من رمضان بيعتبرهم كل ليلة عنده هي ليلة القدر كل ليلة بيحيي هذه الليلة ويقيم هذه الليلة طيب سؤال هو متى وقتها؟ يعني من أي ساعة ليلة القدر؟ ليلة القدر من غروب الشمس وحتى طلوع الفجر إذن معاك مجال من غروب الشمس حتى طلوع الفجر أن تقيم هذه الليلة وأن تكون حريص أن يستجاب لك بدعوة ليلة القدر طيب سؤال هو كم ركع لازم أصلي بليلة القدر؟ جمهور الفقهاء قالوا عشرين ركعة وبعدهم الوتر بس أنا وياك بنحكي مو بس بالصلاة إحياء ليلة القدر وقيام ليلة القدر بالصلاة بقراءة القرآن بالدعاء إحنا بحاجة إلى الدعاء إحنا بحاجة أن رب العالمين يستجبنا دعاءنا بهذه الليلة هذه الليلة التي ذكرها الله تعالى فقال ليلة القدر خير من ألف شهر طيب شو الدعاء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم إحثنا عليه قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني ضل كرر هذه الدعوة في العشر الأواخر من ليالي رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من المقبولين إن شاء الله شكرا